الدولي والبنك الدولي ومن ميرلاند تنضم إلينا أستاذة الإعلام في جامعة ميرلاند الأمريكية الدكتورة صحر خميس مرحبا بك معنا دكتورة إذن الولايات المتحدة تواصل التركيز على توسيع دائرة العقوبات التي تشمل المسؤولين الروس شكرا لكم على الاستضافة بالفعل هناك قرارات جديدة صدرت في إطار العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على روسيا على خلفية الاجتياح العسكري الغاشم على أوكرانيا وكان من أحدث وأهم هذه الخطوات كما نعرف وقف الوردات من الغاز والوقود الروسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ونعرف أيضا أنه صدر يوم الجمعة أيضا قرارات جديدة بخفض سقف التعامل التجاري والتبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بحيث تفقد روسيا مكاناتها بين قوسين كدولة مفضلة من حيث التجارة والتبادل التجاري والاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية فتم خفض سقف هذه التعاملات التجارية كما أيضا وقفت جميع الوردات القادمة من روسيا في عدة مجالات من بينها المأكلات البحرية والأحجار الكريمة أو الماس تحديدا وأيضا الخمور الروسية الشهيرة كل هذا يعتبر نوع من أنواع التضييق على النظام في روسيا طبعا على خلفية تزايد الضربات والهجمات العسكرية الروسية على عدة مدن في أوكرانيا وقال الرئيس بايدن نحن نقف هنا موقفا منفردا نحن نقف صفا واحدا مع بين قوسين العالم الحر قال أن حلفائنا في الغرب على رأسهم طبعا الاتحاد الأوروبي والدول السبع وغيرهم نقف الآن معهم كعالم حر في مواجهة هذا العدوان الروسي الغير مشروع والغير مبرر على ذكر الحلفاء والاتحاد الأوروبي تحديدا قمة فيرساي كما تبعنا على ما يبدو لم تتمكن من اتخاذ مزيد من القرارات فيما يتعلق بواردات المحروقات الروسية لأوروبا في هذه المرحلة كيف تنظر الولايات المتحدة لما خرج عن هذه القمة في هذا الشأن وألا يضعف هذا الموقف الأوروبي من الإجماع الغربي في مواجهة روسيا لا شك أنه كان هناك رغبة في أن يكون هناك مزيد من الإجماع أو الموقف المتحد في هذا الإطار ولكن نعرف أن الدول الأوروبية لها مطالب واحتياجات مختلفة فيما يتعلق بالوقود نعرف على سبيل المثال الموقف الألماني عندما تحدثت ألمانيا عن أن صادرات روسيا من الوقود هي أمر هام للغاية وتعتبر من أهم مصادر الطاقة بالنسبة لألمانيا وبالتالي أبدت ترددها وتشككها في جدوى أن يكون هناك إيقاف لهذه الواردات من روسيا من حيث الوقود والغاز طبعا نتفهم هذا الموقف خاصة أن أوروبا ما زالت في فصل الشتاء وأعتبر طبعا هناك احتياج كبير في هذه الحالة للوقود والغاز ولكن في الوقت نفسه لا شك أن أولاد المتحدة الأمريكية كانت تتمنى أن يكون هناك موقفا أكثر اتحادا في هذا الإطار لأنه كما نعرف ملف المواجهة العسكرية أو خيار المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا غير مطروح رئيس باين أكد هذا مرة أخرى أو مرارا وتكرارا وقال ليس هناك مجال أن يكون هناك مواجهة عسكرية بين دول نيت وبين روسيا وبين ولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا وبالتالي يصبح الكرت الذي تعتمد عليه الولايات المتحدة الأمريكية وحلقها الغربيين في المقام الأول هو البند الخاص بالعقوبات الاقتصادية وبالتالي كلما كان هناك مزيد من الضغوط المشتركة والموقف المتضامن والموحد كان ذلك شيء مرغوب فيه بالتأكيد في مواجهة العدوان الروسي والعكس صحيح شكرا لك أستاذة الإعلام في جامعة ميرلند الأمريكية دكتورة صحر خميس